الافريقي امام خيار وحيد الانتصار للمحافظة على الفارقة اللي يفصلوا على صاحب طليعة الترتيب يستضيف الملعب الجابسي الفريق اللي اذاقه اولى هزائم الموسم الحالي في لقاء عنوانه الثقر بالمفهوم الكروي بالنسبة الافريقي او التأكيد من الملعب الجابسي على انه فعلا الفريق اللي عادة ما اقلق رحت الكبار بين الظفرين اينما كان مدار اللقاء الافريقي ينطلق منذ الثواني الاولى للهجوم شاب جبالي يمر ازيكيل في التسل اتشادي في مرة ثانية يفتك كورا من علي الهمامي يرفعها بالحارس ساميهلال فرصة هدف اولى الضيعة الافريقي فرصة ثانية بعد دقيقة واحدة عبد المؤمن جابه وجه لوجه مع حارس مرمى الملعب الجابسي بدوره يضيع وبكيفية غريبة فرصة هدف واضحة بعد خروج موفق من ساميهلال المخالفات تتعدد للافريقي زهير الظوادي ديما في التنفيذ دون ايجاد الحل او الهجوم للمرمى الجابسي يأتي معاكس كورا في العمق من احمد ميدا فؤاد الخرايفي يتقدم يسدد ينجح في افتتاح النتيجة يصعب مهمة منافسه كورا ثابتة نفذها الظوادي يرجعها الحارس مهلال التعادل يضيع لعب المؤنجاب وركنية تتنفذ محمد علي عقوبي بالرأس فوق المرمى نسق مرتفع يفرضوا هجوم الافريقي لكن لا زهير الظوادي لا الجزائري عبد المؤنجابو القاو الحل امام دفاع واقف كما يلزن طالب بعد ابناء الافريقي بتضرب الجزائر في العملية هذه الحكم انيس بن حسن يواصل اللعب واصل ايضا اللعب بعد التحام بين سعد فجير ومحمد علي العقوبي ليعود الافريقي للهجوم يضغط دون ايجاد الحل على البسليمي بالرأس فوق المرمى على اثرقنية من الظوادي تشادي ايزيكال يتلقى كورة من جابو يراوغ اليوسيسي يعمل كل شيء معدى التهديف شاوط الاول في وقت البديل هجوم الافريقي جابو للذوادي التمرير ايزيكال يتمكن المرة هذه من وضع حد لاضاعته للفرص يعد لنتيجة يمضي بالمناسبة ثاني اهدافه مع الافريقي في الشوط الثاني انتظرنا اهداف اخرى الا ان الطريقة اللعب بها الافريقي سهلت مهمة ابناء شياب الليلي خالد القربي يضيع فرص تدف ثاني على اثر توزيع من الظوادي كل التوزيعات في تجاه ايزيكال دفاع الملعب الجابسي احسن محاصرة هذا اللعب عرف وين يقف اصبح اكثر خطورة من الافريقي حمزة العجربي يدخل قدام الشيخ ديوب التسرع صاحب عملية الافريقي تمرير خطأ من الدفاع وحمزة البكوش كاد يضيف هدف ثاني الافريقي حاول ينوع اللعب خالد القربي الجابو الجزائري غير محظوظ كورتو تستدم باكرم ساسي العب ايضا على الكورتة الثابتة اللي انه ما احسنش استغلاله في المقابل الملعب الجابسي اتوخى الهجمات المعاكسة كاد يحدث الاختر بوسط اسحاك اوغباء ايضا العب على هفوات منافسه ساعد فجير يستغل ارجع كورة من محمد علي عقوبي يسدد اقوية عطف الدخيلي يتصدع اتحصل بعدها خالد القربي على الانظار الثاني اللي ساوى الاقصاء وهو التاسع في مسيرته الكوروية في مقابلة وانلعب فيها الملعب الجابسي بذكاء كبير فانه في المقابل اضاع خلالها تشادي ايزيكال ملايقل عن الاربع اهداف لينقاد الافريقي الى تعادل في تعمل هزيمة بما ان الفارق اللي اصبح يفصله على صاحب تلياك الترتيب اصبح ست نقاط كامل 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 اصبح ست نقاط كامل